مين فينا ما بيحبش أو ما جربش مطاعم الوجبات السريعة البرجر بقى البيتزا وهي دايماً اللي بتبواز لنا خطط الرجيم العظيمة مطاعم الوجبات السريعة لها شعبية عالمية بس ما لفتش انتباهك إن كل شعارات المطاعم دي هتلاقي ألوانها كده بين الأحمر والأصفر إلت ألوان مثلاً ولا بيغشوا من بعض مكدونالد، سابوي، بيرجر كينج، بيتزا هات وغيرهم كتير يحمر، يصفر، يلونين مع بعض صمم واحد مثلاً بيستسهله الألوان لها دور كبير في الإدراك البصري والعاطفي والسلوك البشري فالعين هي اللي تقدر تقول بتاكل الأول مؤامرة بيستخدموا الألوان الزهية عشان يفتحوا نفسنا ويبوزوا لنا الرجيم وتروح تتهزق في الجيم وفقاً للدراسات بتستخدم مطاعم الوجبات السريعة على مستوى العالم ألوان زي الأحمر والأصفر والأزرق ليه؟ لأنها بتزيد من شهية الناس وبتخليك تحس بالجوع وتطلب أكل أكتر وبيسموا النظرية دي نظرية الكاتشاب والخردل اوعى اللون الأحمر يجوعك ويخليك تباوز الرجيم قدام ساندويتش بيرجر بالكاتشاب والمايونيز الجميل وأشوفكم بكرة